لا تكف الميليشيات عن إظهار نفسها كدولة داخل الدولة بل حتى كبديل عنها فتارة تهدد رئيس الحكومة وأخرى تحاصل مقرات أمنية وحكومية في استعراض للقوى بات مألوفا في العراق ثأر سليمان الذي انتهى في إيران من التهديد والوعيد إلى تجمعات بكائية على مقتله لا يزال حديث الميليشيات الشاغل وعنوان تهديداتها المستمرة سكتت إيران لكن أذرعها تواصل الحديث عن الانتقام لسليمان وأبو مهدي المهندس بحسب صحيفة لوفيغارو الفرنسية الصحيفة أكدت أن العديد من الميليشيات المرتبطة بإيران والمعروفة بنشاطها في سوريا والعراق خرجت عن السيطرة بدلا من الامتثال لأوامر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى جانب الهجمات التي تشنها على الأرتال الأمريكية والسفارة تواصل ميليشي الحاجد التدخل في الحياة السياسية حيث هددت ميليشيات حزب الله المقربة من إيران بعض أعضاء البرلمان بالقتل في حال عدم التصويت على خروج القوات الأمريكية من العراق بل حاصرت الكاظمي وجهازه الأمني واتهمته بالعمالة للولايات المتحدة الأمريكية تخلص الصحيفة إلى أن الميليشيات التابعة لإيران تلعب في منطقة رمادية فهي تضع قدما داخل الحاجد مما يعطيها مكانة وامتيازات باعتبارها أطرافا فاعلة بالدولة ولكنها تترك قدما أخرى مع ميليشياتها لتأخذ صفة مستقلة في العمل مواقف الميليشيات المتذبدة يكاملها موقف إيراني متناقض فقد كشف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء العرج عن لقاء جمع قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني وممثل عن السفارة الأمريكية لدى العراق للحديث عن التهديئة بين إيران والولايات المتحدة مبينا أن حكومة الكاظمي أرسلت وفدا إلى إيران على إثر ذلك لإيصال رسائل جديدة وبصرف النظر عن دور ساعي البريد الذي تلعبه حكومة الكاظمي بين أمريكا وإيران فإن المسافة بين الطرفين باتت واسعة واحتمالية الصدام تبدو بعيدة عن الواقع عقب انتهاء فصل الجعجعة الإيرانية